بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعو علم الله أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهم الذين هم أصح الكتب المصنفة وضعه الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلوم وعلوم شيخه وتلامذته وقراء مصنفات وشرحها في الدرين آمين الباب الثامن والعشرين من الكتاب الخامس عشر كتاب الحج باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي الحديث الرابع والسببين بعد السبعمائة حديث ابن عمر عن عمر ابن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفة والمروة أه يأتي امرأته يبقى كده خلص عمرته يعني مجرد طاف وما رحش للسعي والمروة ممكن يبقى يحل ويأتي امرأته فقال قادما النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصل خلف المقام ركعتين اللي هي سنة الطواف وطاف بين الصفة والمروة وقد كان لكم في رسوله يقول إليه أسوة أسوة حسنة يبقى لابد إيه علشان يحل لابد أن يطبع ثوافه سعيا ثم يحلق أو يقصر فيحل من نسك إن كان عمره واضح باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل اللي هو ايه المفرد والايه والقارن أول ما بيوصل مكة بيعمل ايه بيطوف طواف القدوم وبعدين يسعى سعي الحج وبعدين يبضل على إحرامه لحد ما ايه يقف في عرفة وبعدين يبيت في المزدلفة وبعدين يرمي جمرة العقبة يوم النح وبعدين ينحر هديو إن كان عليه هدي زي القارن وبعدين بعد كده يحل إحلال ايه أصغر وبعدين يطوف طواف الإفادة أو طواف الإفادة والعمرة للقارن وبعدين ساعتها يحل تحلل ايه أكبر فهمت بقى حديث عائشة وأسماء رضي الله عنهما عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفى القراشي أنه سأل عروة ابن الزبي فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنه أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت يبقى الطواف لابد فيه من الوضوء لأنه كالصالح وطواف النبي كان طواف قدوم لأنه كان قارنا ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة لأنه كان طواف قدوم ما كانش طواف عمرة ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به طواف بالبيت ثم لم تكن عمرة لأنه بره كان طواف قدوم ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة يعني طف بالبيت وسعى بين الصفة المروة ومحلش فيهم تبقى ازاي لانه قدم سعي الحج بعد الطواف ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حجكته مع ابي الزبير بن العوام فكان اول شيء بدأ به الطوافه بالبيت ثم لم تكن عمره لانه طافه وقدم سعي الحج بس يمحلش فين لزمه ثم رأيت المهاجرين والانصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمره ثم اخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمره وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا احد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا اقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون يعني كان اول حاجة يعملوها اول ما يوصلوا مكة يطوفوا بالبيت طواف قدوم للمفرد وللقارن وطواف عمره للمتمتع ثم لا يحلون لأنهم كانوا قارنين او مفردين وقد رأيت امي وخالتي ام لستين اسماء وخالت ليا ايه ستين عائش حين تقدماني لا يبتدئاني بشيء اولى يعني قبل من البيت تطوفاني به ثم لا تحلان وقد اخبرتني امي انها اهلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا يعني بعد ما طافوا بالبيت وسعوا بين السفر المر وحلوا لأنهم كانوا عاملين عمره حديث اسماء بنت ابي بكر عن عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر انه كان يسمع اسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة ازوادنا كانوا لسا ما ايه ما جمعوش اموال كتيرة وكانوا ايام النبي ما فيش فتوحات لسا كتير فكان ازوادهم مليلة يعني اكتعامهم مليل وكانوا خفاف ايه من حيث يعني ما لبسهم مش كتيرة كل حاجتهم خفيف لما كسرت اموالهم كسرت طعامهم فسادت ازوادهم وزادت ايه حمولتهم عشان ما لبسهم كترت فهمت ازاي لكن ايام النبي كانوا خفاف ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة ازوادنا فاعتمرت انا واختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسسنا البيت يعني طافوا وسعوا احللنا يعني ايه حلوا يعني كانوا ايه متمتعين بدأوا بالعمرة ثم اهللنا من العشي بالحج وبعد كده احرموا مرة اخرى علشان ايه يحجوا بعد بالعشي يعني ايه يعني عند ظهر يوم التروية انا عندي فلما مسحنا عندي ايش مسسنا فلما مسسنا انا عندي مسسنا ايه ايه يكتب فوقها مسسنا بس يكتب فوقها مسسنا ومتشتبش مسحنا انت اكتب بس فوقها مسسنا باب جواز العمر في اشهر الحج حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لأن خد بالك أن العرب قبل الإسلام كانوا يعتبروا أن أفجر الفجور أنك تعمل عمره في أشهر الحج ده الفجر اللي ما فيش بعده فجر شوف مخهم كان متركب يسجدوا للأصنام والله أعمل عمره في أشهر حاجة بفاجر يعني جاء الإسلام بقى عد للأفكار دي كلها حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قادم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يعني أربعة الحجة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمره يتمتعوا بها للحج يعني إلا من معه الهدي يبقى قارن أو مفرد حديث ابن عباس رضي الله عنه يعني أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس زي ما قلت لك أن بعض الصحابة كانوا يعتبروا أن المتعة دي اللي هو إيه سواء قارن أو بدأ بعمرة قبل الحج أن ده خلاف العزيمة العزيمة أنك تبقى إيه تبقى مفرد تعمل الحج إفراد فيمت إزاي تفرد نيتك بحاجة واحدة مش تشغل نيتك بحاجتين أو تبتدي بالأقل وتأخر الأعلى لأن العمر أقل من الحج فازي تبقى ده كان وجهة نظر إيه بعض الصحابة فهمت؟ عشان كده قال إيه تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمراني قال لي لا ما يجرىش حاجة يعمل ولا فيها حاجة ناس تانية قالوا كده إيه خلاف الأولى وبعضهم قالوا له حتى كده ما يصحش وسيدنا أبلابنا فسألوا لا ما يجرىش حاجة يعمل العمرة الأول وتمتع بين الحاجة فيش مشكلة فهم فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمراني فرأيت في المنام بعد ما عمل كده كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة يعني شاف بشارة حلوة إن ربنا قبل منه عمله يعني فأخبرته ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيأكد له يقول لي شفت البشارة دي جات لك لأنك أنت إيه عملت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي قال شعبة روي عنه فقلت لما فقال للرؤية التي رأيت يعني سيدنا عبدالله ابن عباس حب إيه إن نصر بن عمران الضبع لأنه لقى راجل صالح وبيشوف رؤية حلوة قال له بقول لك إيه ما تعيش معايا وأنا أسيب لك جزء من مالي ودي لك بيته وخليك معايا إيه على أساس مجاورة الصالحين بابه تقليل الهدي وإشعاره عند الإحرام إحنا قلنا التقليل الهدي يعني إيه يعني تلبسه قلادة حوالين عنقه إذا كان جمل أو شيئة وهذا القلادة دي بتبقى إيه علامة إن دا للبيت بحيث لو تهمنك في الطريق في الصحراء ولقى بعض العرب يوم يسوقوا على البيت وما ياخدوش إيه لا يبيعوا ولا يأكلوا ولا يتبقى هذه فايدة القلادة وبعدين الإشعار اللي هو إيه إن القلادة دي ممكن تتقطع وماشي الحيوان يوم إيه يعور الجمل في إيه في سنمه يشعره يعني إيه يعني يجرحه جرح سطحي كده في السنم بتاعه أو يكوي كية خفيفة بالنار على السنم عشان تسيب أثر لازم في جسمه يسموه إشعار الهدي يوم حتى لو القلادة وقعت وتاه منه يعرف إن دا إيه دا خاص بالكعبة في إمتى حديث ابن عباس عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا طاف بالبيت فقد حل فقلت من أين قال هذا ابن عباس قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع بالعمر الأولاني يعني قلت وإنما كان ذلك بعد المعرف يعني إيه الوقوف بعرفة يعني قال كان ابن عباس يراه قبله وبعد يعني الإحلال قبله للمتمتع وبعده لإيه للقارن والمفرد واضح باب التقصير في العمرة حديث معاوية رضي الله عنهم قال قصرت عن رسول الله سلامة بمش قص قصرت عن رسول الله بمش قص يعني إيه بمقص يعني يعني قص بعض شعارات للنبي بإيه بمش قص يعني إيه مقص وقيل المش قص عبارة عن نصل كده إيه عامل زي الموس عريض كده بس طويل شوية يقدر إيه يقص بيه بعض الشعر كده باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهدية يعني إحرام النبي وإيه وتلبيته حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قادم علي رضي الله عنه وكرم الله عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن في حجة الوداع فقال بما أهللت يعني نيتك عند إحرامك قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن معي الهدي لأحللت باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن يعني النبي عمل كم عمرة بعد الهجرة وفي اي شهر عمل اربع عمرات تلاتة منهم في القعدة وقال بقى ليه عمرة الحديبية وعمرة ايه القضاء عمرة الحديبية سنة ستة وعمرة القضاء سنة سبعة وعمرة الجعرانة سنة تمانية وعمرته اللي حجها اللي ما حجته سنة ايه سنة عشرة مش هو حج سنة عشرة يبقى اربع عمرات كلهم في زل قعدة ما عدا اللي مع حجته كانت في زل حجة بس بدأ احرامه في زل قعدة مش كده برضو بدأ احرامه وهو في زل حليفة لليلتين خلتة من ايه من زل قعدة كان فضل يومين ويخلص زل قعدة حديث انس رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمر في ذل قعدة الا التي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل اللي هي عمره القضاء ومن الجعرانة اللي هي بعد غزوة حنين وفتح مكة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته حديث زيد بن ارقم قيل له كم غزى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال تسة عشرة قيل كم غزوت انت معه قال سبع عشرة قيل فايهم كانت اول قال العسيرة او العشير كانت في ايه في اول سنة من الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم عرف ان فيه عير لقريش فخرج علشان يأخذها ايه تعويضا عما تركوه في مكة من اموال وكذلك سلبا لاموال قريش لانها كانت تستغل اموالها في حرب النبي فعايز ايه يمنع الموارد اللي هي بتحربوا بيها فهمت بس ايه لم يلقى ايه هذي العير يعني خرجوا بس العير ايه فلتت منهم اشكل العامل اللي بعده خرجوا فكانت غزوة بدر فهمت حديث زيد بن ارقم ان النبي صلى الله سلم غزة تسة عشرة غزوة وانه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة اللي هي حجة الوداع حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنها عن مجاهد قال دخلت انا وعروة بن الزبير المسجدة فاذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس الى حجرة عائشة يعني مستند كده ايه الى جدار حجرة ستنا عائشة في مسجد النبي يعني عاد في الروضة واذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحة يعني ناس كتير مجتمعين بيصلوا صلاة الضحة زي كأنها يوم جمعة في وقت الضحة سيبين كل حالة ويجايين اتلأ الجامع كله عايزين بيصلي الضحة قال فسألناه عن صلاتين فقال بدعة بدعة يعني يعني ما كان يوش الصحابة بيحرصوا ان يجوا مجتمعين كده كأنه يوم جمعة يصلوا الضحة ادي معناها بدعة يعني ايه كانوا كل واعي بيصلي الضحة في مكانه لكن مش يجوا على المسج كأنه يوم جمعة فهمت بقى ادي معنى البدعية اللي فيها ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربعة ويبقى مش كل بدعة ينهى عنها على فكرة ايه يعني يا بدعة ما كانش ايام الصحابة ايام في عصر النبي كانوا بيعملوا كده لكنها صلات الضحة سنة تصلى في اي مكان مش شرط انك تحرص تروح المسجد كأنك هترايح يوم جمعة البدعية انه حرصوهم على انهم ما ييجوا يصلوا في المسجد فهمت ازاي ده الحاجة الجديدة بس لكن كنهم حرصين يصلوا في المسجد لا بأس عشان كده ما نههمش فهمت يبقى ليس كل كلمة بدعة معناية عقوب غناي فهمت بقى خلافا لبين لجهالة الوهبية علشان احنا ايه بنعاني منهم عايشين معهم بقى اكتر من ستين سنة لما تعبنا منهم وشفنا جهلهم تشبعنا من جهلهم فهم ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع احدهن في رجب فكرهنا ان نرد عليه لان هم عارفين ان النبي ما اعتمرش في رجب بس استحوي ايه يرد عليه راجل كبارة سنة عملا ابن عمر انكبار علماء الصحابة وسنه كان كبير ساعتها فاستحوي ايه ردوا عليه قال وسمعنا استناني عائشة ام المؤمنين في الحجرة سمعوا صوت حركة ستين عائشة بتتسوج بالسواك فعرفوا ان ستين عائشة موجودة جوه وصحية متيقزة فعايزين يخلوا ستين عائشة ايه اللي ترد عليه تصحح له فهمت فقال عروة يا اماه ندى عليها بقى وهو ايه في الخير يا ام المؤمنين الا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن قالت ما يقول قال يقول ان رسول السلام اعتمر اربع عمرات احدهن في رجب قالت يرحم الله ابو عبد الرحمن ما اعتمر عمرة الا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط زار نسي ده هو حضر كل عمرات النبي ازاي يقول رجب رحمه الله بقى ده الرجل ابتده ينسى بقى باب فضل العمرة في رمضان حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الانصار ما منعك ان تحجين معنا قالت كان لنا ناضح ناضح يعني جمل يحمل المية علشان يسقوا ايه زرعهم كان لنا ناضح فركبه ابو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه يعني قالت ما كانش فيه ركوبة احنا عندنا يا دوب جوزي وابني خدوا ركوبة ركبوها ورا بعض مع بعض وسابون انا بناضح تانية اروي لهم الارض ورعيها حد ما يجوا فما عرفتش ان انا اخرج معا قال فاذا كان رمضان اعتمري فيه فان عمرة في رمضان حجة او نحوا مما قال يعني سوابها يعدل حجة الا انها لا تسقط الفريضة واضح باب استحباب دخول مكة من الثانية العليا اللي من جاءت الشمال يعني والخروج منها من الثانية السفلة يعني من جهة الجنوب ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها حديث ابن عمر رجالانو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج اي من المدينة كان يخرج من طريق الشجرة اللي يعني ايه جهة زي الحليفة عشان محل ايه محل الاحرام ويدخل من طريق المعرس اللي هو الطريق ايه المخالف لها بقى وهو راجع يعني من مكة حديث ابن عمر رجال الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل اي مكة من الثانية العليا اللي ايه الشمالية يعني ويخرج من الثانية السفلة يعني الجنوبية اللي جاءت اليمن اللي انا حيت بابش بيكا مش في باب اسمه بابش بيكا هناك او حي حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من اعلاها يعني من ايه من شمالها لانه جاي اصلا من المدينة فالمدينة شمال مكة يبقى كده هيدخل من شمال مكة لان هي اللي حتقبله في طريق وخرج من اسفلها ناحية ايه بابش بيكا بعد ايه بعد طواف الوداء ورح على المحصب قعد هناك لينتظر الناس تجتمع معه عشان يرجع حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء كداء دي ايه منطقة في شمال مكة وخرج من كدن من اعلى مكة يبقى ايه في عام الفتح ايه جاء من كداء وايه وخرج من كدن من اعلى مكة يعني عكس يعني في عام الفتح دخل من الجنوب ما يدخلش من الشمال يعني التف حولها مكة لان كانتش لسه مكة ايه دار اسلام فالتف حولها علشان ايه يفاجئهم ونقف على باب استحباب المبيت بذيطوا عند ارادة دخول مكة غدا ان شاء الله اللهم معلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علي وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين